المحلية مرة أخرى وكمان في إطار الاستعداد لمواجهة التراجي المقبلة للنادي الأهلي في بطولة الإفريقية الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقية دكتور أحمد أبو عبلة يعني بيسابق الزمن عشان يعني يجاهز عمر السولية لاعب وسط النادي الأهلي مباراة التراجي التونسي زي احنا عارفين غاب عمر السولية عن مباراة الأهلي وبرميز في كأس السوبر ما سافرش مع البعثة وده كان قرار من سويسي مارسل كل النواية يعني لها فرصة أكبر عشان يتعافى من الإصابة اللي أحقت بيه كانت في العضلة الخلفية عشان يتم تجيزه بقى المبارتي التراجي التونسي سواء المباراة الزهاب أو الإياب بدورة أبطال إفريقيا اللي أكيد بيتطلع المارد الأحمر النواية يسعد للمباراة النهائية ولكن النادي الأهلي فعلا بما حضر بيغيب السولية بيغيب حان دي فاتح بيغيب ديانج لأي ماروان عطايا طبعا أصبح واحد من نجوم خط وسط النادي الأهلي في كل تأكيد أصبح النادي الأهلي يمتلك خط وسط قوي جدا وفي جميع الخطوط يعني ده نقول النادي الأهلي يزدعم خط الهجوم بمهاجم قوي الفترة المقبلة هيبقى صفوفه بكل تأكيد مكتملة مع التحسن كمان أداء خط الدفاع بعد مباراة سانداونس في الفترة الأخيرة الحقيقة كمان مباراة سويسي مارسل كولر المديري الفاني الأهلي كان هو بطل اليوم وكل يوم والتاني بيحصل فعل عن حب وثقة جماهير النادي الأهلي وده بسبب يعني نتائج نتائج قوية في الفترة الأخيرة بيحقق المديري الفاني وأصبح يعني في جعوبات الوقت تلات بطولات مع النادي أهلي اتنين سوبر وبطولة كاس مصر مع اقتراب أيضا لقب دوري أبطال إفريقيا إن شاء الله بالإضافة كمان إلى اقتراب بطولة الدوري العام المصري كمان كولر بعد ماتش مبارا كان ليه تصريحات عقلانية جدا ومتزنة يعني أعرب عن ساعاته الكبيرة بتتويج فريق وبطولة كاس السوبر المصري العام التاني على التوالي تحت خاطئ الفنية وعن تفضيله لبطولة السوبر المصري بعدها حصد موسمين قال سويسري مارسل كولر قال أحب كل البطولات وأتمنى التتويج بكل البطولات وكل البطولات التي حصدتها بعد السوبر أحبها مثل أولادي وقال كمان مارسل كولر فلسفتي دائما إن أنا لا أنظر في أي بطولة ألعبها على اللقب ولكن أتخطى مباراة طلو الأخرى وخطوة بخطوة ترجمة نانسي قنقر